وخلال السنوات الأخيرة تسعت حركة التبادل التجاري بين البحرين ومصر وبلغت مستويات عالية كما ازدادت الاستثمارات البحرينية في مصر حيث من المتوقع أن تصل إلى أربعة مليارات دولار العام القادم علاقة ضاربة في عمق التاريخ من الصعب حصرها وإحصاء ما تحقق منها على كافة الصعود البحرين ومصر نموذج علاقة أساسها التواصل والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين وتحكمها المبادئ والثوابت وتمتاز بالتماثل وتطابق الرؤى هذه العلاقة أخذت تتطور وتزداد ثباتا ورسوخا من خلال العمل المشترك لمواجهة التحديات سياسية كانت أم اقتصادية وقيمت العديد من المشاريع المشتركة وتم توقيع عدد من الاتفاقيات بما فيها المتعلقة بالتبادل التجاري والتنمية الاقتصادية وحسب تقارير اقتصادية فإن حركة التبادل التجاري بين البحرين ومصر توسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية فبعد أن كان حجم التبادل التجاري 260 مليون دولار في عام 2016 ارتفع إلى حوالي 200 مليون دولار في عام 2017 وبلغت صليرات مصر إلى البحرين 57 مليون دولار والواردات المصرية تقدر بنحو 74 مليون دولار كما تمثل البحرين المستثمر الرابع عشر في مصر على مستوى العالم وتقدر استثماراتها في مصر حاليا بنحو ملياري دولار وهي في طريقها لأن تصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام المقبل مؤخرا تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتفاقيات التعاون من جانب القطاع الخاص لتشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والأسمدة والبترو كيمويات والألمنيوم والطاقة الشمسية كما اجتملت أيضا إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية وتنشيط الحركة السياحية حيث ارتفعت نسبة السياحة البحرينية إلى مصر أكثر من 30% خلال العام الجاري وبناء على ما تحقق من مشاريع مشتركة تأتي زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمملكة البحرين لفتح مزيد من أفاق التعاون بين البلدين وتأكيدا على قوة ومتانة العلاقة ومدى الرغبة الصادقة على استمرارية التطوير والتوسع الاقتصادي العلاقات المصرية البحرينية علاقات متجذرة في جميع المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية فكل البلدين جمهورية مصر العربية والبحرين يملكان رؤية واحدة لجميع القضايا الموجودة سواء على المستوى العربي أو الأغليمي ومعروف أن العلاقات بين مصر والبحرين تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في جميع المجالات ليست في حسب السياسية الراسخة ولكن أيضا في مجال العلاقات الثقافية تكرار هذه الزيارات بهذه الكثافة في مدى زمن قصير يعكس مدى حرص العاهل البحريني على مساندة مصر والوقوف إلى جوارها سواء من خلال دخل الاستثمارات أو من خلال المشاركة الفعلية في كل المناسبات التي تجري في مصر حتى الآن أيضا مصر لا تزال تؤكد على وحدة التراب البحريني ودعمها لمملكة البحرين في مواجهة المخططات الإيرانية التي تسعى إلى ضرب الاستقرار في مملكة البحريني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر